أخبار جديدة غنيات وموسيقى بنينا استغافات وحكايات وبرشة مفاجئات في يوم سعيد تسمع جديد كل صباح الخير كل صباح الفل والياسمين الأحلى واغلى مستمعين ومشاهدين شكرا لكم على المتابعة واختياركم موجات إذاعاتكم الوطنية في صباحة هذا اليوم السعيد بإذن الله الثلاثاء الثمانية ديسمبر 2020 اشرفنا بالحضور في الوستوديو رئيس منظمة الأطباء الشبان اللي دعبت إلى هذا اليوم يوم الغذب واستجابة النقبات ثم المنظمة هدية دخلت والمنخرتين فيها وكل أطباء الشبان دخلوا في إضراب منذ يوم الجمعة الفارض والإضراب متواصل مش ناخدوا وين وصلت المفاوضات وهل فما مفاوضات بينهم وبين وزارة الصحة نصلوا ناخدوا زادة فكرة على الوضعية مع جيد الهنشيري رئيس منظمة الأطباء الشبان جيد دكتور جيد مرحبا بيك سعى من ورد بيك شكرا صحاتم على الدعوة تحييليك ولكل مستمعي الإذاع الوطني أنتما انطلقتوا في إضراب نهار الجمعة هكذا ولا ليه؟ مازال متواصل للإضراب؟ مازال متواصل شفت وزارة الصحة دعاتكم إلى الالتحاق بأماكن العمل خاصة في دل حالة التوارى وجائحة لكن يظلوا ما التحرقتوش؟ لا لأنه هذا كان التواصل الرسمي الوحيد من وزارة الصحة اللي هو الدعوة هذيك اللي احنا رينيها لاه وقتها ولاه طريقة مناسبة للتعاطي مع التحرك متع الأطباء الشبان ولاه طريقة مناسبة للتعاطي مع المصيبة اللي حلت بينا لذلك معنتها وصلتوا في الإضراب لذلك الحقيقة التواصل ولا تفاعل الوزارة الصحة كانت في الاحتقان متاع الوضعية محكاة معكم حد جد؟ بطريقة رسمية لا بطريقة ودية رئاسة الحكومة كانت تواصلت معنا بطريقة غير رسمية بطريقة ودية مستشار من المستشارين سيد رئيس الحكومة كلمكم بشكل ود بشكل ودية لمحظر الاتفاق الاجتماع لحتى شكل لمحظر الاتفاق لحتى شيء وكنت في معنى الاتصال ودية منتطلبت انه سيد رئيس الحكومة ياخذ الملف بحكم انه بالنسبة لوزارة الصحة الامر انتهى بالنسبة لنا تعاطي وزارة الصحة مع المصيبة اللي حلت بينا خلينا ننهي كل العلاقات بينتنا خاصة انه الوزارة هذية من اللي شدت ونحاول نتواصل معها نحاول نقدم معها كما اي وزير يشد نجي ونقدم له اراءنا ومقترحاتنا مشاكلنا كان فما معنى التعاطي سلبي جدا كان فما غياب الاجتماع الوحيد اللي تم تقريره بش تصير فيه جالسة عمل ونقدموا اراءنا وخدمتنا ورؤيتنا وظروفنا خاصة اللي في جائحة كورونا كما تعرف الناس الكل اللي الاطباق شو باين هما الخط الاول هما اللي معا اطباق صاح العمومية هما اللي متحملين المعنى تها المسئولية رفقة الممرضين والعمل والتقنين وغيره حبينا ان نقدموا راينا حتى فيما يتعلق بالجائحة فيما يتعلق بالثروة البشرية في الركريتمان وغيره الا انو من كنش فيما استجابة الاجتماع الوحيد تم الدعوالینالي من غدوة تم الغاؤه لسبب غير معلومة تم الاتصال بى موزر صح اعلامي انو الاجتماع تم تأجيله كونها مراش الوزر الصحة الاولوجين اللي ابواس inj interfaces pictures اللي簽اب للوزر الحالي Most منظمة تنسي الأطباء الشبان أن تدعو الأطباء الشبان للتطوع وقتها في بداية الجائحة كان الأمر كذلك تفقنا معاها وقتها على أصدق الخدمات في إطار الجائحة فما صعوبات لقينا صحيح لكن التواصل الحقيقة ما كانش غايب سواء عن طريقه هو أو عن طريق مستشارية ما هنا فمش تواصل مع لا ما فمش تواصل هنا لا من السطاف ولا من الرئيس السؤال اللي نسأل هو لأن وزارة الصحة تقول لك أنا قمت بواجبي بعد الفاجعة اللي صرت لكم ونجد التعازين لكم أنتم والله يرحموا الطبيب العلوي دكتور العلوي اللي فقدته تونس موش عائلته فقط كوناه وحبيناه في الصفوف الأمامية بشي ساهم في مدوات المواطن التونسي فقدناه في حد معناها دي بين معناها حد ما ما تصنفوش ما تجمش تقول يقع في تونس في 2020 على كل لكن الوزارة قامت بواجبها خرجت بلاق عفات مسؤولين جهويين مسؤول في المستشفى لجنة حلتها أيضا نيابة العمامية تعهدت بالملفه فما إيقافات إيقافات المديرين اللي أعفاتهم وزارة الصحة راهوا الإعفاء بدون محاسبة ما عنده حتى معنا وعليش تزوز هذوكم بالذات تفسرونا شنو ذنبهم قلونا شنو ذنبهم خلناه فهمه بالنسبة للمستوى المركزي هذي هترفموا مديرين أخرين سده مسؤولين على الصفقات والشراءات والمالية صفقة لسنسوريات اللي فيها مصيبة كبرى الأسنسوريات اللي أمبان هذو ما عليش ما تصلحوش موش عامل الصيانة هورا موش عامل ندخل عامل الصيانة وإلا المدير المستشفى ولا مدير الجهوي اللي يلزم إقالة لكن هم مستقلين انت بالنيابة زوز اللي شدين هذو هذو مزوج بالنيابة؟ نعم بالنيابة المحلي والجهوي الجهوي والمدير والمعات المندوب الجهوي بالنيابة أحنا معناها أقلنا مستقيل أقلنا مستقيل بالضبط والمدير الجهوي بالنيابة أصلا استقالت ليلة الحادث استقالت وحدها ليلة الحادث اللي هي أصلا نائبة ما يشمو موسميت هذه الجهة معناها تفهم ما تنضحك على بعضنا نستهين بظرفك من هكا ناخدعو في بعضنا يعني أقلت ونقتل أخر حل اللجنة الطبية بما حل بما سلطة حلف اللجنة الطبية لباسة لجنة طبية منتخبة يخي عادي اللجنة الطبية اللي في شندوبة أي لجنة طبية في أي مستشفى منتخبة ينتخبوها الأعوان والأطباء غادي بما سلطة حلف اللجنة الطبية عندك المشكلة الإيدالية سمحني لجنة طبية فسلي شنو أدخلها في الأسانسور لجنة طبية والله هذي نفس السؤال اللي سألت اللجنة الطبية أنا اللي نعرفه ما عندهش سلطة على الفلوس وعلى القرارة تطلب ما هيش تنفذ اللجنة الطبية كتخرج قرار كي من هكا تتحكم في اللي بوست متاع الأطباء في الأقسام في التقسيمة متاع الخدمة في كذا أما في اللوجستيك وأسانسور وفلوس حسب علمي كان فهم أحد يعرف خير يجي يصلح لي ما عندهش سلطة على الميزانية وعلى الوحدة يظهر لي تعطي دير حسب رأيهاك وحسب ما نعرف إذا غالط ماذا بي يصلحوا لي باش ما نقولش راني نعطي في معلومة صحيحة ما بالمية أما اللي نعرفوا أني لجنة طبية منتخبة ما عندكش الحق تحله شكونك انتي باش تحل لجنة طبية منتخبة واختيرها ذيرها يلزم الناس تفهم اللي يختر وقت لحاجة منتخبة يجي وزيرة عسكري يحلها ذيرها ومساج خايب ياسر وميزموش يتعدها كيك هذا خليها على جنبك فما كلما نحب نفهم عليش حطيتها وزير عسكري نعم وقت اللي السيد اللي هددنا بحالة الطوارئ وهو عسكري أنا نقل المساج هذي بطريقة خايبة برشة نقراها بطريقة خايبة برشة ما عادش عسكري هو وزير الصحة هو رجل عسكري ما نجمش يونجر في هذا هو رجل عسكري لا لا لان عنده مسؤولية مدنية لا لان ما هوش عسكري فليتصرف بطريقة مدنية المدنيين ما يحلوش اللي جنة المنتخبة فليتصرف بطريقة مدنية المدنيين ما يحلوش اللي جنة المنتخبة المدنيين في المصائب ما يهدوش بحالة الطوارئ المدنيين يتواصلوا مع المدنيين بطريقة مدنية وانا نعرفك انت طباء شبان ولا طباء الكل في اتعس الحالات كانوا هما صفوف الامامية انت تخليت على واجبك انك بيش تكون في الصفوف الامامية كما عاودتنا دكتور جاد الهنشيري وانا طباء شبان منذ نهار الجمعة ولربما بيش تواصلوا اليوم ما كمش ترجعوا تاخد مهاكة اليوم الاجتماع العامي اللي عقدم بعض هو ليقرر هو ليقرر لربما فهم مواسلة فكيني كيني انا الجيش الابيض متاعي وخاصة لطباء شبان اللي يضحا وتضحية كبيرة ونجدلكم الشكر وشبوا باع وانحني لكم انتوما اليوم نقام ومش في الصفوف الامامين هذي قلبي يجعل نمشي نموت نمشي نموت هل وصلت المستشفيات العمومية انه اللي يمشي يموت اي نعم وصلت المستشفيات العمومية انه اللي يمشي يموت وعندي توش كون ميت وما صار حد شيء اي نكمله انتي ترضى كان انا ولدك تبعثني شوني تطلب كان انا ولدك تبعثني شوني تطلب شوني طالبين كمنظمة من وزارة الصحة من رئيس الحكمة منش طالب من وزارة الصحة لا حوارة مع وزارة الصحة لا لا حوارة مع وزارة الصحة معناها كينك بلغة اخرى قاعدت تطلب في ايقالة وزارة الصحة وهو كذلك المنظمة تنسي الاطباء شبين تطالب بايقالة وزارة الصحة وهل هذا معقول هذا معقول انه طبيب ومنظمة تدخل في اختيارات رئيس حكومة مثلا والمديرين المركزيين الكل ومحاسبته مش اقالتهم فقط ومحاسبتهم اداريا وجزائيا الرجل عنده شهر ونص ما اللي يشد شمش يتحاسب عليه وزارة الصحة يتحاسب على شهر ونص اللي يشد ويتحاسب على زيارة الجندوبة اللي شف فيها كل شي ومعمل حد شي وريني اذا كان عمل حاجة خلي وريني عمل شي انسبكسيون هبتش تفقد كيشاف الحالة هذيك في جندوبة هبتش تفقد يا ما جيد تعرف عمل شي حاجة تخذش قرار اذا انتي زينولوك ومتعرفش ماليش قاعد تعمل غادي جايبك وزير سمحني جايبك وزير بش يعديوها عليك جايبك وزير بش يعديوها عليك وبش تبكي الدولة ما تبكيش وما يعديها عليها حد به طلبتكم الرئيس الحكومة شنين بالنسبة لنا المحاسبة عبر الايقالات والمحاسبة الجزائية والمحاسبة الإدارية المسؤول اللي تصير عنده كارثكي من هك يتحمل مسؤوليته هو اللي قبله تمشي تتايشو في الحبس قال شنوها عاون سيانة مسؤولة سبعة سنسورات مينبا معونتها شنوه هيد فما صفقات شونها هذيك العملية تقاف عامل السيانة ظلين رماد على عينينا معنا مش نمسحوها في شخص هذك هذي اللي تقولوه انتوما احنا كنشوفوها كننصوروها كي عليش عاون السيانة بالذات تتوقف عليش ما توقفش مدير عامل السيانة والمعدات مثلا واضح عليش السيدي المصح على صفقة لزاة سنسورة ذيك كائنا من كان شكو ما نعرفوش شكونو هو اللي مصح على صفقة لزاة سنسورة هذيك عليش ما يتوقفش حتى ان البحث يجيب عليش عاون السيانة برك يتوقف عليش المديرة بالنيابة انهزوها منو تي قدام الناس والمديرين اللي عمين لاخرين ليه نستعرضو اما في حالة صراح رائعا في حالة تقديم المديرة الجهوية بالنيابة حسب ما اسئلت معانيتها للمحامي قال في حالة تقديم احد المحامين الي متابع الملف واحد ما نعرفش حالة التقديم معانيتة ايقاف وليا قال في حالة تقديم لكن منوتي قدام الناس تهازت منوتي هذي هذي التلاب له هذي بالنسبة لنا التلاب له طلب الثاني رد الاعتبار المادي والمعنى ويزم يعظم كأنه بدر الدين العلوي كيف مات اليوم عبارة مات في الشارع هو مات يخدم عبارة مات في الشارع عنده الحق في شيء. اه ما عنده حتى تعويض. عنده حتى شيء. ما هوش السوريه كيف يشتغل? ما هوش السوريه. تقول لين مش يرجع وياخد موسيحاتهم. كيموت واحد اخر كيف يشتغل? الدولة ما عطاعت حتى شيء ما للعايته? حتى شيء. حتى شيء. مات باسلامة ما يرحمه نعم وانتهى العمره? مات الله يرحمه نعم. في اقصى الحالات هنا نحن نجريه على الكلية على ديبلوم شرفي. بالشيخ وديبلوم شرفي فقط. اذا اذا اخذ. ما زلنا نطالبين راه. هذا واحد من المطالب. ما زلنا ما اخذ حتى تعاهدوا حتى كلمة كتابية وحد شيء. هذا معناتها في الاخر والدت بدر اليوم وعنده ديبلوم الباكة منتاع بدر. وقبره. الله يرحمه نعم. تقول لي سيحات من رجاحهم يخدموا. رجاحهم يخدموا عليش. بش يعاودي موت واحد اخر كيف يكفيش بش نعملو? كفي موت واحد اخر اليوم. وهي نمشي ونعملو طلع علي الزوبيتوتا وتشوف ليزا صنصير اللي من الصباح صبحوا كلهم موجودين الفلوس بش يصلحوهم. فضيحة. صباح صبيترات الكلة صبح تصلح في ليزا صنصير. وب بعد سيبون كيف تعديت الحكاية وبردت. ما عاوضة تصلح حتى حد عاوضة تحو بار. وين كانت الفلوس هدي كزا? فما فلوس موجودة. في بين عاشية الوضوحات خلقت الفلوس في السيانة. هاوكا توجد ما وقالك ما عنديش فلوس. هاوكا توجد توي. تحبني انا نصدق. تحبني انا نبرد. تي دولة ترجع علي بطريقة زي تستفزني وتشعل النار. دولة تستفز فيه وتشعل النار. بلاغ تعزيا عبارة بلاغ تعزيا في واحد مات في الشارع. من با حتى معنات تحتى اتصال باهل الطفل. الطفل توفى في جندوبة. تشهد في اللحظة ذيك في جندوبة اهل وعلمهم زملاء وغيره لا صفة رسمية ولا حاجة رسمية ولا دولة موجودة. رئيس الحكومة تحول الى اهله في القصرين وقام بتقدين. من غدوة بعد الكارثة وبعد ما جاء الطفل صارت تشريح امتاعه. من غدوة سيد رئيس الحكومة ذيك حاجة اخرى. انا نحكي على وزارة الاشراف. تو خليني من رئيس الحكومة. نحكي على وزارة الاشراف مات الطفل. تو عندك كارثة في سبيطار جيهوي. نورمال مو عندك شوكروم. حاجة اسمه غرفة العملية الاستراتيجية. كارثة تصير تو في اي مستشفى في اللحظة هذيك تسمع بها نورمال مو. هذا اللي موجود في وزارة الصحة. نورمال مو في اللحظة هذيك الاربعة متاع الصباح. نسمعوا اللي فما كارثة اكسيدون حاجة عمليات ارهبية. هذي اللي يلزموا يسير في وزارة الصحة. البيلوتاج غالط في وزارة الصحة? مش كان البيلوتاج. ريت لوزارة هذية كيف نشوفوا حالة سبيطارات. شنو يعني؟ سبيطارات وحدة هكاكة ولاية هكا؟ سبحان الله في ليلة رجدنا وصبحنا صبحت سبيطاراتنا هكا وصبحت مستوصفاتنا هكا وطبتنا هكا والفساد والعدم الانضباط والفوضى. هذيك صبحنا في ليلة ونهار يجينا هكا تسيحاتنا؟ ما دام وهذيك موجود؟ معناتها رو فما سلطة فازدة. ما تنجمش القاعدة ما تنجمش تفسد من غير فساد السلطة. وما تنجمش تصلح القاعدة من غير ما تصلح السلطة. ما تنجمش جيه كمنطق نجيه صلح الهرم اللوطة. منطق فارغ. يقولوا فيه الناس بتاع كل يوم نجيه يشد الكرسي. نشيخ فيها قدش من نشهره ولا قدش من عام. وهو ما تخلونيش نعمل. ها بتي سمحني برب يجيه تشد في السلطة باش تقول ما تخلونيش. وما عملوا ليش. واطراف تعمل فيه. واطراف تعطل فيه. يبارش الدارك. وما اللي ويش تاخه في فلوس. انه وتاخه في المتيازات. وليش نعطينك احنا. كي نحط كاينة وزير ولا مدير عام. نعطيك الكرهبة والشفور وال والحراسة والفلوس والدنيا. عليش? باش تتفاضة تحل اللي مشيك لي. باش ما يعطلك حد. نعطيك في حصانة والدنيا وعبادة عس عليك بسلاح. باش حد ما يقلقك. باش ما تخافش. باش ما تقوليش فما واحد يعطل فيها. وفما واحد يجلك فيها. وفما واحد. يما يا اخويا برا روح. طبع ناخد ما وحدنا. خلينا سيدي نحى عليها الوزارة وخلينا نفلح وحدنا في بعضنا. ونقص علينا الامتيازات. هاتم زوزة فرانك بتاعك وامتيازاتك واحد خلنمش ن موزهم على الزوز والثلاثة مستوصفية تستنفعوا بهم. نشير بهم بطرف الدول الناس. دكتور جادل هنشير اذا كانوا نقول لك. وقتاش ناوين ترجعوا للعمل. هذا هي حاجة انا نجم يقولها كان الاجتماع العام انا ما عنديش حطة صلاحية بشو قلك. فانا بنسبة لي كيف. الاجتماع العام مش كمش يضم كل النقابات. لا لا الاجتماع العام يضم القواعد متاع المنظمة تونسية لأطباء الشباب. كيما. وقتاش بش يصير اليوم. يدعو للاجتماع العام. الاجتماع العام يصير وتصويت عبر الاجتماع العام والتصويت الالكتروني على القرارات. بعد القرارات هذه ما تتغير اليك تصويت اخر. هذي مش سير اليوم. مباشرة بعد المسيرة. بعد انتهاء المسيرة يصير في كلية. في كلية طبي تونس. ووقت ايه قاعد اتخاذ القرار؟ ووقت ايه قاعد اتخاذ القرار يقاع طرح يعطيه معانيتها ردود الفعل للقواعد متاعنا. يديرسوها في وسط الاجتماع العام. وبعد يتم المقرحات وتصويته. أنا اللي مبهتني لهنا ثلاث ايام ودخلين في النهار الرابع جمعة سبت اح حد اثنين اربع يام اليوم ثلاث خمسة يام واقلاطبين شبان ماهمش في مراكز العمل المتاحه وحتى حد ما تكلم لا فهمش كون تكلم فهمش كون تكلم فهم بعض الصلاة المحلية تكلمت التهديد التهديد بالاكاديمي والله التهديد المهني ونعديك على مجلس تقديب وغيره منطقي نقبل ونسموه اما التهديد الاكاديمي باش نعملك في شهدتك وستاجك باش نضرك فيه منطرف عميد كوليد الطب بسفاقس ومنطرف اقلية من ما يسمى بالاسادة اللي ما نشرفوش به اقلية بعضنا نقول لانه الاغلبية تاع اسادتنا ويقفين معانا اليوم وقفة واحدة وبشتوفوهم اليوم معانا في يوم الغضب حتى من هيكلهم النقابي وكذلك الهيئات الاختصاص السيد العمداء معداء سيد عميد كوليد الطب بسفاقس كلهم ويقفين مع ولادهم لانهم عارفين ونقدرين حجم المسئولية وهم عارفين اللي ربما لو كان اللي صاير اليوم عملوه هم اقبل لرانا موصلنش هنا ولذلك افضع في الايمان انه يخليونا نحن على الاقل نعمل اليوم ومن هنا نحب نقول له اصحابي ما تعبقوش بواحد يجي تهدد عليك مستقبلك الاكاديم خطر وقت لتولي حياتك في الميحك نوخر شوي حتى المستقبلك الاكاديم يظهر ليولي ثانوي وقت لكن انتم كأتباء القسام اللي عملتوه عادة يا دكتور جادة اللي هنشيري انكم في الصفوف الاولية في كل الحاجة في كارثة في حرب فيه وعمرنا ما كنا عكس ذلك معناها نحس كينو وخرتو خطوات التالي مش احنا وخرنا سيحاتم احنا دزونا التالي جاي انا بنسبة ليه فما واحد شادد عليها سلاح فما واحد شادد عليها سلاح قولي تقدم نضربك بالكرتوش هذي انا شنو صاير لي تو موصلنش لصورة هذي جاي هذي هو شاير لهم ياخي وقت لي تبدأ ماشي باش تنقذ مريضة تطيع فيه يفوف شنية هذي يا سيحاتم هذي معناها فما واحد قالك تقدم نضربك بالكرتوش مقدم تموت فلا 42 القعدة رقم واحد ف السكوريزم وفي الطب هي حماية نفسك وحماية الفريق متاعك قعده رقم واحد هذي الىあدي ما بقولوا هايش لعبات اما في الطب قعدة رقم واحد حماية نفسك وحماية الفريق ويف تي لسور اكس chính والان تحسن دي روحك والافريق اللي اللي يشتغل معك وش ما يحمي حياتنا مهدئ القعدة رقم واحد في الطب وفي القسم وفي اللي تحب عليه وفي قواعد الحنية المدنية وفي قواعد الإسعاف الطب الاستعجالي وفي قواعد الهلال الأحمر وفي قواعد الصليب الأحمر وفي قواعد الإسعاف في قواعد الإغاثة وفي حماية نفسك وحماية الفريق اللي معاك وحماية حياته في حالة وجود تهديد لحياتك تتوقف المهمة الأطباء الشبابين لقاوا حلول في الوضعية المهنية متاحهم والإدارية قاعدين يخلصوا وعملوا عقودهم تفهمتوا مع الوزانة أطباء الشبابين اللي قاعدين موجودين في إطار مكافحة الكورونا في الصفوف الأولى متاع الصفوف الأولى عندهم سبعة شهر مخذيوا الشهريات وانا واحد منها سبعة شهر سبعة شهر وانا واحد منها نخدم في الإسعاف الطب الاستعجالي في الساميو بعقد في إطار مكافحة الكورونا مع وزارة صحة ومعطو نيش فلوس يميخلص ونيش نهارة مع طوال ونجري ونخدم وش يقولوا لك هاو الخزينة هاو الأمر بالصرف هاو منظومة إنصاف خلاص ومنظومة أدب وحصيلوا فهمتم الكل لنا كالمنظومات تتوكم ونا نتبع ونحاول نفهم أما صبر فلوس نقول بقي هاو نصرفوا بالي جاه هاو حق القارد هاو كذا فلوس ميسالش نخدم سبعة شهر من غير فلوس أما تولي فيها حياتي سامحني عليش تبكي يوم ين علي مانيش تونسي لازم ينا نضحي ونموت مولي بيس علي وكي نموت ينش كومش يمنعك انت منظومة أدب محلتش المشكل نعم نعم منظومة قلة الأدب بتحليش المشكل وتخلصوا شهاري العباد شو مولهادرة هذي ما خلينا معمنة يا سيحاتي ما خلينا معمنة في هدوء وتكلموا وراء وتنجم ترجع حتى للبيانات متاعنا والوسائل الإعلي يمر أننا ديما نتكلموا عمرنا ما كنا سيكتين سبعة شهر لطب شبان اللي يشتغلوا بالعقود كوفيد ما خلصوش وللأسف اشتارهم ما خسرنا خدماتهم أنهى ولو عقود متاح مش كوني خسر المواطن التونسي وزارة الصحة وين الله أعلم وين فيش ليه يا بعد جي تبكي عليها في مجلس النواب خليني تونبكي أنا على حال ينتي لويش تبكي ما أنا حبش دولة تبكي أنا الدولة اللي تبكي ما عندها حتى دور عندي الدولة ما تبكيش الدولة تلقى الحلول تمشي تتسلف حارب بعمل حل جيب لي دولة تلقى الحل كما تحكم فيها أنا ندفع لك في الظرائب وتحط لي قوة مسلحة تنظمني وتحكم فيها ووقت لي نتجاوز حدودي تدخلني للحب صغيره وأنا العقل الاجتماعي اللي بيني وبينك نحترم فيه ونقدي فيه ما أنت أنت كيف كيف كما أنا نجي نعطيك امتيازات وفخمات ودنيا وهي لمان باش تخدمني مش باش تتسلط عليها وتتبورب عليها وبعد اللي جي تمثل عليها لكن الدولة أيضا تعمل على أولادها كنا وما زلنا ولاد الدولة التونسية وحاجتي بيك تاوى يا جيت ونحن هذي اللي نعملو فيها لخاطر نحن زادة حاجتنا بتونس اللي نعملو فيها هذي لخاطر حاجتنا بتونس لكني قلك المصلحتك انتي فقط تتخمم مكش تخمم المصلحت المستشفى والمواطن التونسي بالعكس خمم المصلحت المستشفى والمواطن التونسي المستشفى في الحالة هذي إش قاعد ساير توسيحات اللي كملي هج اللي كملي هج أنا اللي نعمل فيه هذية أنا زملائي بالنسبة لي لب القضية وجوهر أنقاذ قطاع الصحي العمومية وتنجم أنتي تمشي تشوف تتطلع على المطالب اللي تواجهوا بها الأطباء شو بين رئاسة الحكومة وعلى شعاراتهم اليوم كيغيب المستشفى العمومي واليغيب التمويل العمومي وإلا خلاص ديون المستشفيات وإلا خلاص المعدات وإلا تجهيزات وإلا غيروا على مطالب الأطباء شو بيني جا حسبني كيطلقى مطلب فيها عطيني حاجة لي أنا يجا حسبني واضح وانتي تقول لي اليوم عندك سبعة شهر واني ما خلصش ومنمشي نخلص للي هذى النصب توانو كونت بونكير متاعكم متاعي في الأمان بنك موجود أنا وزملائي اللي ياخدموا في الساميوهاكم موجودين الناس حية وشاهدة تنجموا تسألوا معناتها للمواضفين اللي موجودين في الموارد البشرية فما ناس خدمت وكملت ومخذتش فلوسها فما ناس خدمت وخذت فلوسها بالنقص وفما ناس مخذيت حتى فرنك إلى يومنا هذا ومزالت تجاهد وتكمل أنا واحد منهم مزلت نخدم البرح أعتذرت الرئيس القسمة متاعي قلت له الله غالب راهي الظروف وأنا نعتذر لي أنه قصرنا ليمات هذية لكن كان متفاهم لحقيقة وكي أغلب من معتها رؤساء الأقسام كان متفاهم هذية حقنا هذية عركتنا حتى أسادتنا قالونا برو جيبوا جيبوا حقهم ماوش بتجيبونا حتى حتى داخر ماوش بتشعطيونا حتى حتى داخر دكتور جادة رانشيري رئيس منظمة طبع شبان شكرا لك على هذه المعطيات حقيقة توجعنا حقيقة اللي تقول لنا فيها أو تنقل لنا فيها صعيبة على التوانسر كل رغم هذا يحنا نطلب منكم أنه نخدموا مصلحتكم أنتم أكيدوا مصلحة البلاد ومصلحة المواطنين التونسيين وإن شاء الله يجب سمعكم رئيس الحكومة ولا حد المسؤولين باش نقاول حلول بسرعة شديدة حتى ترجعوا ليمات الأعمال متاعكم أنتم أراكم حاشنا بكم لبسين لبلوزة متاعكم هذا اللي نتمنى والكل بلصتنا في السبيترات احنا بلصتنا في السبيترات ومش في الشوارع مش في الشوارع شكرا لك جادة الهنشيري والدكتور جادة الهنشيري رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان